واشنطن لن تدفع أموالاً لإعمار المناطق المدمرة في العراق وهي تعول على دول الخليج العربي في ذلك هذا ما عنونت به دراسة نشرتها صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية وجاء في الدراسة أنه ليس من الواضح إلى أي مدى سيلبي المؤتمر حاجات العراق لكن الولايات المتحدة تعول على نخوة دول الخليج من ممولين وصناديق ثروة سيادية وغيرها للقيام بدور هام في المساعدة على تمويل مشاريع تقوم بها شركات قطاع خاص داخل العراق لإعادة إعماره كذلك بيّنت الدراسة أن الولايات المتحدة لا نية لديها بالتبرع لإعادة إعمار العراق وبدلاً من ذلك ينوي بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي التوقيع على مذكرة تفاهم لتسهيل تمويل مشاريع ستنجز في العراق وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين في البنك لم يحددوا قيمة المشاريع فإنه من المتوقع أن تبلغ قرابة ثلاثة مليارات دولار ووفق الدراسة فقد تسببت الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق بخسائر مقدارها 45.7 مليار دولار بالبيوت ومحطات الطاقة والمدارس وغير ذلك من البنى التحتية المدنية حسب تقييم جديد وضع من قبل خبراء في البنك الدولي وبينت الدراسة أن التكلفة النهائية لإعادة إعمار سبع محافظات هي قرابة ضعف تكلفة الأضرار وأنه عند الأخطف الحسبان تكلفة تحسين الحوكمة وتحديث بنى النفط والغاز التحتية وغيرها من تكاليف التعافي فإن المبلغ الذي تحتاجه المناطق المدمرة سيرتفع إلى أكثر من 88 مليار دولار الدراسة أوضحت كذلك أن أكثر من مليوني شخص ليزالون مقتلعين من أرضهم كما أن الكثير من النازحين الذين رجعوا إلى مناطقهم يعيشون في مباني مهدمة ذات خدمات محدودة كما في مدينة الموصل القديمة التي ما زالت الجثث فيها تحت الأنقاض ترجمة نانسي قنقر